طيب جماعة احنا كنا وصلنا يا شزا لللسون تروى كان يمكن بعد عندي صفحة ما سويتها بظن هاي دي معدت ذاكرة بظن هاي انا ما سويتها ما هيك اه تمام بس مش رح بلش فيها هلا هلا رح ابدأ بالدرس الجديد ومن بعدين رح ابلش فيها اذا امرت يعني نحنا بدنا نقول شو نحنا منسوي او نحنا شو ما منسوي احنا بدأنا في الدرس خلاص اه بدأنا ما شاء الله عنا طيب خلاص اخدنا التو بارتز تو تيبز ولا لا اه طب حبستوهم ولا لا الصراحة يا محمد يا بوحمد الصراحة يا فاتن الصراحة الصراحة راخة مش دارسينا خلاص حلو لا ما كنتش حافزتوه ما كنتش قلتلك ان احنا اخدناه اه اوكي بس هو معمد لو مش حافزه مش قلت ان هو اخده مصر طيب تمام طيب جماعة تو تيبز رح نزيد عليهم اليوم الفيربز اوكي وان شاء الله الحصة الجاية بنسمعهم ثلاثة تون سوا انا خلقنا الطفحة تقولي والله لها شزا والله شو والله خلناه بس ما بعرف فممكن ما تكون حافزتوه بكل الاحوال انا مش رأى اصلا ما بقى في غيرهم اوكي الساشن الجاي ها خلاصة صبح التسعة وسبعين وصبح التمانين واربعة وثمانين واثنين وثمانين ما شاء الله ما شاء الله علينا قدي شاطرين طيب صبايا شباب الساحصة الجاي راح ارجع سمع هايدي البيج سفنتي ناين اوكي واليوم راح ارجع اذكر بهيدا الدارس عشان انتو تتذكروا كمان فاتن لو في حصة فاتتها برضو تتذكر طيب نحنا هلأ اول شي بنحكي عن الدرس اللي اسمه فتور براش طيب شو يعني الفتور براش يعني زمن المستقبل القريب شو يعني زمن المستقبل القريب يعني انا لما بتكلم على شي انا بدي سويه بعد دقيقتان بعد عشر دقايق بعد ساعة هيدا يعتبر مستقبل قريب لهيك هو عنده تنس غير المستقبل العادي اللي نحنا بنسويه طيب هيدا التنس كيف يتصرف راح يكون في عنده فرب قلي بنصرفه بالبريزان يعني بالمضارع البسيط زائد راح نحط معه الانفينيتيف يعني المصدر مصدر الفعل الاساسي فمثلا بقولولكن لو انا عندي تصريف الفرب سورتير كيف بصرفه اول شي بنكون حافظين الفرب قلي بالبريزان بحطهم وبعدهم شو بكتوب هيدا الفرب اللي هم طالبينه مني بحطهم وراء دغري يعني باختصار الفتور بروش هو عبارة عن two parts عن deux parties الpartie الأولى هي اللي بالبريزان يعني بالمضارع اوكي زائد انفينيتيف واللي هو بيعني مصدر تمام يبقى فرب اللي بالبريزان ومعه انفينيتيف المصدر هو الانفينيتيف بيكون الفعل المطلوب اوكي طبعا متل ما قلتلكون فرب اللي لو انا مو حافظته مش حافظته ما رح يمشي الحال لانه هو عيدا التانس كله يعني شو بيقولوا الاساس فيه هو فرب قلي اوكي طيب حفظنا فرب قلي وطبعا اللي وراه هو المصدر للفعل المطلوب شوفوا جوichen جو فيه طب لما انا بدي انفي لما بدي اعمل نفي بكل بساطة رح حط نو والبا تحاوت اللي ليش الفرب اللي مش الفرب ونحن نحن نعرف انو ونحن ونحن هم خصوصا عشان اي فيات عشان الفعل المصرف ما بتجي مع الفعل غير المصرف عشان كده بتجي نه قبل الفعل المصرف ويبا بعد الفعل المصرف فبتصير جنو ذي با سورتير تنو فا سورتير نو نالو نبا سورتير فنالي با سورتير فاتن محمد شازم من عنده اي سؤال على هاي البرتي تحديدا انا تمام انا تمام اوكي يعني الكل تمام رح انتقل للي بعدها هون بس بيقولولي أنه نفس الشي عم بيقولولي أنه أنا النفي رح يكون مع الفرب اللي عشان هو الفعل المسرق هول طبعا الكلمات يلي أنا بشوفها لما أنا بدي أحكي عن المستقبل سواء كان مستقبل قريب أو مستقبل بعيد هول الكلمات دماء يعني بكرة سسوار المساء دان خلال بيانتو عما قريب بتتار فيما بعد أبري بعدين وبندان الفاكانس في الإجازة وبروشاي يعني القادم ليس جماعة لو ما بتكون تحفظوا معانيهم ولكن لازم تحفظوا أنه هيدول الكلمات يلي بيجي معهم المستقبل تفقنا؟ حدا عنده أي سؤال يا صبايا ولا فيني يكمل شباب؟ لا يستمع هون بيقولولكن شو استخداماته؟ يعني أنا متى باستخدمه؟ كل اللي لازم أعرفه أنه أنا لما بدي أحكي عن شي بنوي فعله أو بنوي أني أعمله أو شي ما بنوي فعله ما بدي أعمله فنحنا رح نستعمل بكلتا الحالتين الفتور روش تمام؟ ألور شازا هايدي البيج نحنا كاتروفين كاتروفين تيان سويناها صح؟ آه أوكي وصلنا هلا على بظن هايدي كمان أنا شرحتها ولكن برضو رح أشرحها قلت لكم لما أنا بدي أعبر إكس بريمي يعبر عن السوي يعني عن الأمنية يعني عن تيتشر أمنية لما أنا بدي أعبر عنها أو عن الاحتمالات فأنا عندي فعلين أني أستخدمون الفعل الأول جو فو وهذا بيعني بدي أو أريد أما الفعل الثاني فهو جو فو وهو بيعني شو بيقولون الإحتمالات يعني أستطيع فإذا طبعاً فو بيفرق عن فو ولكن شو الحلو فيهم أنه تنينتهم بيتصرفوا بنفس الطريقة مع احتلاف فقط الحرف اللي هابقا هو قبل الوار بما أنو vouloir بياخد o ir وbevoir بياخد o ir فإذا رح صرفهم بنفس الطريقة جو veut tu veut il veut ch腕 co je peut tu peut il peut xxx xxt xxt هلا بالنوه طبعاً الحرف اللي قبل الوار هو l فبح exponent يدلوا l أما هون الحرف اللي قبل الوار هو v فبح produced بس بالأخير عند ال il وال l رح يكون بدل الou مثل الموجودة هون رح تكون e u نفس الشي بدل ال او يو اللي هي هون رح تكون ايو اوكي فبسير الورب نو بولون هايدا لما بدي ونو بوون هايدا لما انا استطيع او لما بدي اطلب اذن اطلب اذن مشان اني افعل شي معين فمسلا هون جو اشتي طبعا هايدا الفعل ما بينحط إلا ما يجي وراء كمان شو بيقولو مصدر اوكي فلما انا بدي اعبر عن امنيات والامكانيات بدي استخدم هادول الفعلين وبيجي وراءهم مصدر اللي بعبر عن الشي اللي انا بدي يعني انا بدي شو انا بدي انا بدي اشتري انا بدي كمان بتجي من دون فعل لما بدي تقول انا بدي قبة على الشتاء انا فيني روح سوي اشتري الاغراض من السوق وهل فيني اخرج مع اصدقائي لو سمعت فبكون بطلب اذن بابا تمام تمام اوكي شو جر اوكي حطوها بمثابة هيك تذكار يعني من تذكير فجو اشتري طبعا الفرب هيدا البي وان وهيدا البي تو البي تو دايما بالمصدر هيدا في وان المصرف وهيدا البي تو دايما بالمصدر يلا جماعة لو حدا فيكن عنده اي سؤال يسألني قبل ان نكمل بالإكترسايزز لاي مش تمام اوكي شزا عاملين هايد البيتش حبيبتي كاتروفان دو ولا لا عاملينها مش يلا منيح انو في عنا شزا برغم انو في رمضان مصح صحاب وكاتروفان تروية حبيبتي احنا خلناه لا اخذ اعملناها يعني اوكي تمام وطبعا هلا اليوم بلشنا بهيدا البرت وهيدا البرت كتير مهمة يا جماعة وكتير سهلة فبليز ركزوا معي كتير كتير منيح قبل ما اني ابدأ بدي لكم اني انا عملت اليوم شي كتير حلو حذروا شو عملت انا منه شوي شوفوا انا عندي بالبيت بسينتين تمام عندي واحدة كبيرة عمره ست سبع سنين والتانية عمره تقريبا سنة اوكي بس كان جي عبالي كتير جيب لبسينة السوداء كتير نفسي فيها تمام فقت اليوم الصبح وقلت لكم ادربكت ومدري شو خلصت الحصص واز انا وعم فلفش بالفيسبوك في بنت كانت عارضة بسينة للتبني حلو انا ما بشتري بسينات يعني انا هاي دي ولا بسينة شتريتها لان بلا شتريت بالزمان بس انه بطلت اشتري يعني ما بيجوز اصلا هدول شتريت الحيوانات المهم عرضتها للتبني بحكي معها طلعت كتير قريبة على بيتي مش كتير بس انه قريبة شوي على بيتي يا صبايا كنت فايتة انا بدي ينام ويا محمد كنت فايتة بدي ينام قلت بنام قبل ما تبلش حصتكن انا شفت البوست كيت معها ميسنجر ردت علي قمت لبست وانزلت وجبت ما حسيت كنوا مبسطتوا ليه لا لا مبسطنا محمدش فيناها بحاجة هو اللي انا فهمتو اللي كتبني دي قط جبت بسينة صغيرة جبت بسينة صغيرة عملة ثلاثة شهور لونا اسود وبني بس بتجنن بتجنن بس بعدها حرام مستغربة فحطت بنتي معا جوا لانه ما قلنا قلبا اربعة واللي كبار عرفتو بس انا كتير مبسوطة فانتو لازم تنبستوا مثلي شو بكون شزا ومحمد وفاتن نبستوا مثلي انا بخاف من القطط فانا قريضي يعني حلو اليميل عفكرة شزا بدي خبرك شي ماكي خبر اني انا بالزمان بعمرك او يعني يا بعمرك اقل شوي كنت كتير بخاف من البسينات ففي مرة كنت خلاص عم حاول شجع حالي شجع حالي رحت انا جبت اشتريات بسينة وحطولي اياها بحضني طبعا كتير خفت اول من حضرت بحضني لانه اشعر بدني وبعدين انا هلأ صرت حدا كتير كتير بيحب لبسينات بتصدق ممكن اتصب بسكتة لا قولو شزا عفكرة اكسون بالله بيجنينو لا تكوني هاك والله احنا بيحبوكي شزا خلاص 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 هلأ انا مكيفي فيها مني عارفة امتى تبلش بس تاخد على الجو تيجي تقعد بحضني بس هي لانا بعدها خايفة فمشان هيك فوتناها عطيناها جوة بالغرف مشان ما تخاف من البسينات الكبار عرفتو كيف مبسوط يعني محمد اني انا جبت لبسينة صح كلكم مبسوطين فاتل مبسوطة صح كمت مبسوطة وساعتين لا والله انا عن جد كتير مبسوطة اللي بعرف انه انتوا ما هيعني لكم الامر لانه انتوا ما بيهمكم انا كتير مبسوطة عن جد لاني جبت لبسينة اللي انا كان عبالي جيبها عرفتو كيف ما كنت عملاقي منا بديها كان سودا وابرة شوي طويل وصغيرة يعني بيبي عرفتو فهي ثلاثة شهور بيبي يعني الساتة يلا ما علينا الحمد لله طيب حكينا لكم مغامراتنا نوصل اليوم لبرليد ازاكتي فيتي شو يعني برليد ازاكتي فيتي يعني انا لما بدي اتكلم عن نشاط انا عملته اوكي فطبعا بنستخدم ساتة البر ها فكارت حدا عم بيقول شي بستخدم انا البرب فات الفرب فارب العربي يعني يمارس هلا الاهم من اني انا احفظ التصريف انه انا اعرف شو منحط ورا هيدا الفرب اهم الشي تعرفوا انه بست تشوفوا فارب رح تشوفوا ورا هولو الحروف مش رح تشوفوا شي تاني اوكي لا بس هول الحروف يلي هني حروف التجزئة غير هول لا اوكي ماشي يلي هني ديو دولادو الابوستروف ويدي طب تعالوا نقرأ اول شي الفرب شازا اقرأيلي اول اثنين فاتن الوينو ومحمد فو ويقل تفضلي يا فاتن يا شازا جو شازا جف تفرق عيديها جف جف برافو يا بطلة يلا يا فاتن اوكي 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 هل فو لا لا انت هون هون قولي هادي بس ها ايد مي اوكي لا فاتن نو ف نو ف ز عيديها فاتن بلیز نو نوفيزو تمام يلا يا محمد تفضل 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 طبعا برجع وقول هذا ضروري نحنا نحفظه ضروري جدا وإسه أهم نحفظه يا شزا شو منحط ورا أي حروف يا حبيبتي أي حروف يعني حروف التجزي أيوة برافو عليك حروف التجزي طبعا الدو يا جماعة هي بتكون منحطة لما بتكون الكلمة اللي وراها اسم مفرد مذكر مبدوء بساكن الدو لا اسم مؤنس مفرد دو الأبوستروف تبدأ بمتحرك يعني في ويال والدي للجمع بالنوعين شوفوا معين الرولر والشوبينج كلمة مذكر حتى ينالا ديوب ناتاسيون والموزيك كلمة مؤنسة حتى ينالا دولا إكتاسيون مؤنسة ولكن تبدأ بأي يعني في ويال حتى ينالا دو الأبوستروف وفوتو أفك آس حتى ينالا دي يبقى ذر فار انتو مغنضين عيون كنو بيجوا ورا أدوات التجزي اللي هنا ديوب دولا دو الأبوستروف ودي طبعا منحطهن حسب شو حسب الكلمة اللي جاي وراها أوكي يبقى شازات ديوب لمن بيستخدمها مذكر محمد دولا دولا مذكر جام يا ماما شو خاص حبيبي المذكر والجماعة شو خاص دولا هايدي يا عمري هايدي هايدي ليه مؤنس مفرد صح مؤنس مفرد أحسن يلا يا فاتن دو الأبوستروف لمن يا حياتي مفرد بنوعي وفي حرف مظهر برافو عليك هم الشيكون يبدأ بفويال ودي يا شازال مين الجامع برافو مذكر منك تمام جامعة وصلنا على الفكرة يلي نحنا قرادة منعرفها من قبل نحنا لما درسنا حروف التجزي من قبل قلنا لما بتجملة بيجي فيها نفي أول شي شو يعني النفي لنرجع نتذكر هني لما ونحط جملة عفوا أدوات نو بابيج بالجملة فبالتالي النو بتكون قبل الفرب والباب بتكون بعد الفرب شو الفكرة هلا ليش نحنا رجعنا استذكرناها لأن هاي دول الأدوات أدوات التجزي أهول دو دو لا دو الأبوستروف ودي كلهم رح يتحولوا ل دو ودي أبوستروف إذا كانت الجملة منفية هايدي سهلة صح ولا لا صح تمام يبقى هايدي منفية بس تتكون منفية أدوات التجزي أهول بكل سهولي رح نحطون دو ودي أبوستروف مو ممكن بتكون جملة منفية ودلون هولي زي ما هني إلا لازم يتحولوا لدي أبوستروف مثلا جو نوف في با دو رولر لاحظوا نوي با خلت الدو يلي هي كانت فوق تتحول لدو جو نوف في با كانت فوق دو لكي تاسيون صارت دي كي تاسيون شلناها وحطينا دي أبوستروف هلا هون عم يقول لكم بعض الأوقات ممكن يجي بعض الفرب أداة معرفة أداة ناكرة صفة أو صفة ملكية يعني بعض الأوقات مثلا جو في ما فيني أيام بيقولوا جو في لبوتيك جو في أين ديفيلي جو إلفي سي سبور وإلفي سي دوفور هلا أنتو حفظوا شو الأدوات لأنو أنتو لما بدون يخيروك ونتحطوا لازم تحطوا أدوات التجزئة هلا منشوف لو هو بالإكزرسايزز رح يعلمو لنا على هيد الفكرة بس أنا بظن هي ما رح تكون فكرة كتير مهمة ألور رح نبدأ مع شزا شزا بتعملي أول تنتين محمد تاني تنتين فاتن تالت تنتين اتفضل يا شزا المايك إليك نوح تبقى لا صغر تمام شزا كونتينيو حبيبي لا تغسي لا تغسي عكوز فان بالفو بتصير فات ترابية يلا يا محمد نميرو تروة و كاترة تفضل يا محمد أين أنت يا محمد يا وفقي روحت فين أنت رجعت نميت أنا النعمة يا محمد يا وفقي بتاعتك دي بتخلينا حب اسمك عن ذات لو الله أنا عن ذات بحب اسمك بس أنا والله شيلوا المزح أنت أنتو يا هيدول التلميذ وحيات الله أني أنا كتير كتير بحبكن وحيات الله يعني هدي كل مرة كنا جايبين بسيرتكن قلتلن أنا هو للولاد يعني هو للتلميذ أنا عن جد بعشقكن حرفيا والله يعني ما بعتبركن تلميذي خلاص بعتبركن هيك حدا لألي يعني حدا مني وفيني عرفتوا يلا الله هيك نجح نشوفكن بأعلى المراكز وصدقا أنا لأيكم ما بعرف جامل أنا حدا ما بعرف جامل أنا اللي بحبوا بحبوا اللي ما بحبوا ما بحبوا هيك بعينك عرفتي كيف بوجوا قال بوجوا ما تغشوا خلاص سبحان الله بحبكن بحبكن هيك يعني لكم معز جواتي خاصة كتير كتير وحيات الله وحيات الله عبيبتي تسلميلي يا رب يا شزا أوكي يا عمر تبقى لتر ايه لأ انتبه شوي محمد خلينا نتذكر انو ال او هي رفيقة ال ال وال ال يعني فعليا لما بتشوف او انت كأنك بتقول ال وال ال علشان هيك شوف شو أنا ممكن حط معي ال وال هي نفسة اللي رح تنحط مع او تمت علي تبقى لتر د بكسر له محمد يلا اللي بعدها نميرو كاتر لتر بي بي لأنو انت عم تقول ج محمد لأ رح قللك شي محمد هيدول الفربات لأنو نفعل لمجموعة تالتة فهنا يا اس اس دي يا اس اس تي يا اكس سوري يا اكس اكس تي أوكي فهوني فار هو اس اس تي ليك تطلع اس اس تي يعني هتكون سي هتكون سي برافو عليك مضبط تمام يا محمد يلا يا فاتن تفضلي سينك و سيس تمام يا امس هتبقى او واو برافو عليك يا فاتن سن هون برافو عليك يا فاتن واللي بعدها ميكوب انا بتكلم عن الجامع يبقى هاخط ايه سيني هتبقى لايكي تذكري انه ميكوب كأنه مافيك تحطي نوي عشان نوي هنه بس بحالتين بنحطو لو كان عندك اسم و رح تحطي لو عندك اسم زائد و رح تحطي و اوكي حبيبتي سمي تمام فاذا نقولي ايه 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 برافو فاتن كمان فاتن عفكرة انت بس تكوني معنا انت كتير متحسنة فبتمنى عن جد وجودك دايما لانه حرام تتراجعي انت كتير صيرة احسن من قبل الكيف يعني احسن بوجودك باستمرار معنا عم تصيري تعرفي تحلي من قبل اذا بتتذكري فاتن ما تزعلي مني بس انت ما كنتي تعرفي تحلي صح ولا لا ايه ايه فعن جد انا كتير مبسوطة منك واصلا كمان فخورة فيك فكملي هيك بهيدا الترب لانه عن جد انت قادرة تعاوضي كل اللي راح عليك نحنا بنرجع بنعمل مراجعات على كل شي فانتي طالما عم تلتزمي وعم تحضري على طور فانتي عن جد اصلا متحسنة واسا قادرة تكوني اسا افضل وافضل فبرافو عليك يلا يا شازا ساتوي ويت تفضلي تمام يا عم ساتوي لاتربية لاتربية برافو عليك لانه كأنه يعني هو تمام ولي بعد لاتربية تمام عفكرة بالمناسبة عفكرة حتى شزا ومحمد انتوا كتير صايرين احسن من السن الماضي كتير يعني شزا اصلا قراني كنت السنة الماضية منيحة ولكن السنة انا عندي شزا توب محمد مقرب على شزا بطريقة منها طبيعية يعني لجهة حضوره لجهة التزامه لجهة انه بيعمل دفوراته لصحيبي بيخربت معي شوي ولكن عن جد عن جد انا كتير مبسوطة منكن كمان محمد وشزا والله العظيم شزا عندي اياها عن جد توب ومحمد لازق بشزا يعني يعني عشوي بدو يجرب قصة يمكن يتخطاها بس شزا كتير صعب تتخطاها يا محمد شزا هيك ستريت لا لا هساب له الطريقة اخو يا اخو لا لا والله عسلمتكن والله كلكن بتجنينه بس عن جد عن جد انا لافتني كتير السنة واحكينا بهيدا الموضوع نكون عن جد كتير كتير صايرين السنة افضل بكتير من هيديك السنة ان شاء الله يا رب اسا السنة الجاية بتكونوا اسا افضل وافضل انا عم بحكي عن هوني عن ماتي والله العظيم بتجنينه كلكن يلا ما علينا تفضل يا محمد مي باران مي بارال هي مذكر تمام يبقى لكر لا محمد السي يعني انا ما عندي محمد انا عندي جمع عادي يعني يعني كأنه هم letter b letter b برافو عليك محمد برجعوا بعيد حبيبي لما بيكون في عندي جمع لو ما كان عندك شي وبلس مو اللي هي بتطلع نو او ما كان عندك شي بلس وطو اللي هي بتطلع فو خلاص دغري عراف انه انت عم تحكي معناتها او عن او عن ما تتردد انك تحط الجمع العادي لانه لو ما اجت بشكل نو حتيجي بهذا الشكل غير هذا ما فيه فهمت علي يا محمد تمام تمام يلا يا محمد اللي بعدها ميكو بي مو لتر دي اكسل لا محمد يلا يا فاتم عندك هون نفس الشي ولكن هالمرة بس خليني يقلكن هون بهذا الاجزرسيس انتكم بتكون تختاروا اداد التجزئة الصح فنحنا بدنا نشوف الكلمة الموجودة بدنا نتذكر اذا هي مذكر ولا مؤنس وعلى اساسه رح نختار اي حرف تجزئة رح نفط اوكي 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 تمام يلا يا فاتم ها هتبقى اول واحدة اه اه لا اول شي شايفي بهي الكلمة اس يا فاتم انا اي ما طبع حطلها الاس لما بتكون الكلمة جمع طب هي الكلمة منها جمع اغدى شوپنج اغدى تجيب الاس اي كلمة اه اه سمع اه اه بي احنا قلنيها من شوي قلنا الشوپنج هو كلمة مذكر مفرد طب عشان هي مذكر مفرد شو رح تحطيها بهذه الفكرة بي يمس بي برافو عليكي مضبوط تريبيا اوكي بعد واحدة فاتم طعام هتبقى دي مش البسكت مذكر بردو برافو عليكي مضبوط بلا تريبيا يلا يا شزر رجعنا لعندك تفضل يعمليلي ترواوي كاتر دولا دولا بوفات لا دقيقة سكيت انا بتذكر ان هي مذكر مش مؤنس خليني بس اتأكد دقيقة بس امبلا بتذكر مذكر لانوا بقول دولا سكيت بقول دي سكيت دقيقة يا مشي سكيت اصلا اي ليس ما ايدي انا بتذكر بعتذر بعتذر انا عم بتطلع علي تحت سوري اي برافو عليكي مضبوط اي والتانية اميه اه لاتر بي لاتر بي اللي هي دي رولر هلأ لكو هعمل انا السنك مين بيتذكر فيكو جزا بتتذكري السكيت هي مذكر ولا مؤنس مذكرة وانا بتذكر انه مذكرة سلقفتت على جوجل حطوني مؤنسة كيف يعني بس انا بتذكر انه مذكرة لا مذكر ما بتزبط لا يا جماعة خليها دي شكرا هني مخرطين هني هني ايلين سكيت بورد فالسكيت بورد حسب منه ان كاتبين انه هي مؤنثة دي اي السكيت بورد غير السكيت ما هي هي فلأ خلينا دي اوكي محمد يلا دورة جنفار بوتيك انتبه محمد هوني معك جن يعني عندك فعل ميوم جنفار محمد انت حبيبي قلت الجواب وانا ما سمعتك لا لسه واتش تمام لتر بي دولار لتر بي دولار محمد دقيقة اول الشي اول الشي عندك دي 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 اه احسن برافو يبقى يا جماعة بسنا نشوف جام رح نحط ضغري حرف المعرفة حمد اخر واحدة اون في لتر سي لتر سي لتر سي لتر سي انا انا هايدي دايما اتضيع فيها شزا الجيم هي مذكرة ولا مؤنسة لا جيم نستي مذكرة جيم جلا اسمعي ما هي الجيم هي اختصار شو جيمناز فهي مذكرة صح لا مؤنسة لا روئي روئي الجيم لا لا مؤنسة ايه صح مؤنسة هايدي دايما انا بلخبط فيها مظبوط مؤنسة ان شاء الله شي مرة هيك احفظها ومعاوض لخبط فيها اخر الشي جماعة رح يكون عنا هيدول مش ان نحفظهم للمرة الجاي اذا الله راد عنا انه لما بيكون في عندي انا شو منلبوس ببعض الاوقات لما بيكون في عندي امي يعني منلبوس تنوي ابروبرية بور ان اوكازيون يعني لباس خاص بمناسبة معينة بلبوس سور بيتمان او تي شيرت او باسكت لما بدي روح اعمل سبور بلبوس كوستوم شميز كرافات بور اسيستي اع انفات يعني لحضور حفلة بلبوس او روب دو صورة وكولية وشانسور اتالون يعني فستان وعقد وحذاء بكعب ممكن البوس جي بلارج يعني انت النورة هيك الواسعة مع تي شيرت وي ساندال لما بدي اعمل شو بينج لما بدي روح نقي اشتري غراض وممكن البس تي شيرت و بانتالون لأعمل رولر طبعا هيدا الطيبر رح يكون حفظ للمرة جرية شازا بسج ليلي بليز عندك تمام اوكي تسميع بباج 79 80 يعني 79 80 و 82 و 83 طبعا بس 84 عفوا و 84 و 85 طبعا لما بيكون في الافعال وبيكون في exercices انتو ما عليكم تتصرفوا بالexercices انتو بس تدرسوا الافعال اوكي اوه خليل رح نبدأ شازا رح تكرأيلي هيدول التن تان بليز تفضلي اوه ميش كسك تفضلي سيسوار اوكي قولي الجواب طبعا جوا ستير عفت دم ماري ماري يعني شو بدك تعملي بالسهرة فانا رايحة احضر حفلة زفاف تمام يلا يا محمد اقرألي هيدا اذا بتريد السؤال مع الجواب اه اي سي كوتوفا ماتير لروب لو نو جينوفا با ماتر سيروب تريبيا يعني هل بدك تلبسي الفستان الازرق فبتقول لا مش رح البس هيدا الفستان يلا يا فاتن اقرأيلي هذا مع الجواب السؤال والجواب اقرأيلي ومنوصل 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 على المواقف طبعا اليوم انا صراحة راسي طاج بقي دقيقتان ثلاثة مش رح نكمل المواقف رح نخليهم للمرة الجاية اوكي جماعة فاذا بليز شازا اتأكدي بس من الصفح اذا بتريدي صفحة 85 هول طبعا بس التيبل اللي تحت صفحة 84 الفعل والحق عروف صفحة 82 الافعال وصفحة لا 81 ما فيها شيء 80 79 اوكي هيدو للتسميع للحصة الجاية اذا الله رات حدا عنده اي سؤال يا جماعة حدا بيحب يقول اي شيء قبل من شكرا شكرا لقالكم يا حبيباتي وبشوفكم ان شاء الله على خير ما تنسوا بليز شازا نزديون دغري على الجروب وبشوفكم على خير الحصة الجاية عروفوار اشتركوا في القناة